اشتركوا في القناة بالمناطق الداخلية غسلت محليا إلى 34 بالجنوب وابرز دور البحر كمعادل حراري بالمناطق السحلية وين كانت أقل الأرقام قيام حرارية روحة من 23 إلى 27 درجة واليوم سجلنا 27 بتونس العصم وميزات الوضعية الجوية نشفوهم أكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي سماء اليوم اللي كانت عامة قليلة السحب وانتوقع تواصل ظهور السحب القليلة الليلة بأغلب الجات وممكن تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية درجات حرارة ليلا تكون في حدود إلى 12 في المرتفعات أرقام من المتوقع بستروح من بين 14 إلى 18 ببقية ولايات الشمال والوسط وبالنسبة الجنوب ممكن سجلوا أرقام تتروح من بين 18 إلى 22 درجة يوم الغد إن شاء الله نتوقع مجموعة من تغييرات مقرنة بالصحو والاعتدال اللي عشناها اليوم مؤشرات تكون خلايا رعادية بعد ظهر بالمرتفعات الغربية التي تتفرع في فترة آخر النهار وتشمل بصفة تدريجية ومحلية بعض الولايات الشرقية الجنب الحركي يطالب منها نصيب من اليقظة وعودة الرياح القوية تطالب منها كل الحيطة والحذر بالماتق الصحيلية وبأقصى الجنوب وينتكون مسحوبة بدوير رملية محلية الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تكون في حدود 27 في قليم تونس الكوبران توقع تزيل 24 في نابل 22 في قليبيا 26 في زغوان وفي أقصى الشمال في بنزرد في مناطق الشمال الغربين توقع تزيل 20 في تمرقى تراجع درجة الحرارة مستوى 23 في بازة في زندوبة 24 بسليانة و23 بالكيف انخفاض نسبة في الحرارة بـ 32 أعلى بالقيروان 29 درجة بجية الساحل بسوسة 24 بالمناسير و25 بالمهدية بعاصمة الجنوب بسفاقس وقرقنا نتوقع تزيل 26 بسيلي بوزيد 28 27 في القاسرين في مناطق الجنوب الغربي تجاوز الحرارة مستوى 30 نتوقع تزيل 31 في قفسة 36 في توزر 33 في قبل 25 في قابس وببقية مناطق الجنوب شرقي بجزيرة جربة تصل حرار قصوى مستوى 22 26 في مدين 37 في تتوين و33 درجة برمادة بالنسبة للملاحة وصيد البحر بسوحلنا الشمالية يريح تكون في أغلبها من قطاع الغربي سرعتها من 15 إلى 25 عقدة بمنطقة سيرات وبحر يكون متموج فيما خص خليج تونس فتتراوح سرعة رياحة غربية من 15 إلى 20 عقدة سباحا وتتوصل إلى مستوى 30 في فترة ما بعد ظهر البحر يكون مثرب شديد الثراب بخليج حمامات وبجية السحل رياح في أغلبها الشمالية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتتقاوى فعاليتها بعد ظهر تتراوح بين 20 إلى 30 عقدة والبحر يكون مثرب شديد الثراب بأخر نهار وبمنطقتين الشابة وجرب وصولا إلى جرجيس رياح من قطاع الشمالي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا إلى 25 بعد ظهر والبحر يكون متموج في مثرب كراد أمدوكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية بين وكشاتنا توقع تزييل 36 درجة بعد صحب المغرب الأقصى 17 بالجزائر سماء صافيا بيترابلوس 24 حرارة مرتفعة بالخرطوم تصل إلى مستوى 42 درجة صحب عامة قليلة بالقاهرة 33 أمتار منتظرة بالبقاء المقدسة توقع تزييل 31 في الدوحة 28 بأبوذبي تقس مشمس بمسقط وبالكويت 30 29 درجة ببغداد بالشرق الأوسط بعد صحب بدمشق 23 في بيروت 16 درجة بالقودسة الشريف 19 بإستنبول وبيوروبا توقع مواشرات نزول الأمتار برومة وتراجع الحرارة المستوى 21 درجة 28 بفيينة 24 ببرلين 17 ببريكسل بعد الأمتار بباريس ومارسيليا 17 في مدريد وبلاشمونة 18 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة وبالنسبة لنهاية هذا الأسبوع مواشرات الحركية العالية لتميز الوضع الجوي ريح في أغلبها من قطاع الشمال بالشمال وبالوسط وشرقية بمناطق الجنوب سرعة تصل إلى مستوى 60 كم في ساعة بالمناطق السحرية وبالجنوب وينتكون مسحوبة بدوير رملية محلية البحر يكون شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية ونتوقع ظهور بعض الصحوب وينتكون أكثر كثافة بالشمال وبالوسط فيما خصد درجات الحرارة فتترازع إلى مستوى 18 درجة بالمرتفعات أرقام تتراوح من بين 20 إلى 25 درجة ببقية مناطق الشمال والوسط وبالنسبة الجنوب من المنتظر أن تتراوح الأرقام من بين 23 إلى 28 درجة يوم الأحد تتقالس حدة وفعلية الرياح الشمالية بأغلب المناطق وأقصى سرعة في مستوى 50 كم في الساعة شمال البحر يكون مضترب بلا شديد الاضطراب بالشمال معنين باستقرار فيما خصد درجات الحرارة وتوصل ظهور بعض الصحوب لتبقى محليا كثيفة بالشمال موعد الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخمسة و 31 دقيقة وغروبه في الساعة السابعة و 4 دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الويب تروا دوبلي فيب وميتيو بونتين تبعثوا إرسالية قصيرة ولتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 أسفار أوقات الصلاة اليوم الغد صلاة صبح بداية 156 دقيقة الجمعة من تصف نهار و 24 دقيقة صلاة العصر في الساعة الرابعة و دقيقتين صلاة المغرب في الساعة السبعة و 6 دقائق و صلاة العشاء بإذن الله في الساعة ثمينة و 39 دقيقة شكرا على حصم متابعة الإمام إلى اللقاء